في المغرب صدق مجلس الحكومة أمس على مشروع قانون يتعلق بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية وذلك بإحلال تسمية الموظفين محل تسمية الأطر النظامية وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتها سن الحكومة من خلال مصادقتها على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم تعبر عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة وأبرز أن الحكومة من خلال هذه الخطوة أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع النساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع في إطار التحولات الكبيرة التي تعريفها البلاد كيف تفعلت النقابات مع هذه الخطوة نهاية نظام التعاقد نستمع في هذا الإطار إلى يوسف علاكوش الكاتب العام للجميع الحرة للتعليم اقتصر به يوسف النعماني استجبت الحكومة لمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية من خلال تعديل المادة واحد المادة جوج التي كانت تشير في المرسوم الذي يتم نسخه الآن 6 أكتوبر نفضت الموارد البشرية هذا المصطلح الذي لم يكن له أي أساس قانوني اليوم نتحدث عن الموظف في كل مناحي الحيات المهنية الوظيفية بقطاع التربية وتكوين حيث تم تعديل هذا المصطلح أيضا من خلال مرسوم بقانون وكذلك من خلال القانون 070 وكذلك من خلال قانون المعاشات المدنيات الـ 1-21 هذا الأمر استوجبت عديل هذه المشاريع القوانين عبر المجلس الحكومي وكذلك تقديمها للبرلمان من أجل المصدقة حيث اتفقنا أن هذا الصيخ أو النصوص التشريعية يجب أن ترى النور قبل نهاية دورة البرلمانية في 6 أو 7 فبراير وبالتالي أن تقدم مجتمعا يوم 8 فبراير بالاعتبار أن المرسوم بمثابة نظم أساسي الموظفة وزارة البرمطنية استوجب تعديل هذه القوانين سريفة الذكر